اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حتى نصنع الصفة So adjective words can be derived from nouns or verbs By adding to them some prefixes and suffixes هلا اشي يعني prefix؟ Prefix is a group of letters Added to the beginning of a word to modify its meaning Prefix جاي من كلمة pre يعني قبل وفيكس من أفيكس أفيكس هي عبارة عن مجموعة أحرف ماكسموم هنين أربعة أحرف منحطن بأول الكلمة وهون عم نحطن بأول الادجوكتف لحتى نعدل أو نغير المعنى تماما هلا السافيكس مثل البريفيكس بس منقلبها بدل ما نحط هاي المجموعة من الأحرف بأول الكلمة منحطها على آخر الكلمة So is a group of letters Added to the end of a word to modify its meaning منحطة بأخر الكلمة لحتى نعدل أو نغير المعنى ورح ناخد هذا الـ example عندي uncomfortable أصلي الكلمة كانت النون الاسم يلي هو comfort comfort بتعني راحة لحول هيدا الاسم أو النون لأدجوكتف فبضيفلو السافيكس أبل سو قبل هو السافيكس يلي يضيفه بآخر الكلمة فcomfort لي كانت اسم صارت comfortable كمان لحتى حول هذا الـ adjective للنغاتف فضفنا بأوله بريفيكس والبريفيكس هون كان on on قلبتلي المعنى من الـ affirmative للنغاتف فهون منشوف نحنا كيف عم نضيف البريفيكس والسافيكس وكيف عم يغيروا معنى الكلمة تماما هلا راح نتوسع أكتر بالبريفيكس لما منضيفهم للأدجوكتف عادة منضيف البريفيكس للأدجوكتف لحتى نحولها من الـ affirmative للنغاتف يعني لحتى أنا أقول عكس الصفة إذا أنا بديقون مثلا أنه حزين منه حزين فبستعمل بريفيكس بيكون الإكويشن اللي نحنا عم نستعمله أنه عندي أدجوكتف عندي صفة بضيف الله على أولة بريفيكس بتعطيني negative adjective أو بتحول الصفة للنفي والبريفيكسز يعني ممكن نستعملهم مثل بنبدأ مع أول بريفيكس عندي الأدجوكتف happy happy بتعني سعيد إذا أنا بديقل منه سعيد فبقول unhappy unhappy غير سعيد أو غير سعيدة نفس الشي fair يعني عادل منه عادل unfair complete incomplete appropriate inappropriate respectful disrespectful respectful بتعني محترم disrespectful يعني منه محترم فعم تحول الأدجوكتف للنفي approving disapproving legal illegal منستعمل إل مع الكلمات اللي بتبدأ بحرف الأل مثل legal والliterate literate بتصير illiterate literate يعني متعلم illiterate بتعني أمي impossible possible يعني ممكن impossible مستحيل m plus balanced imbalanced ir plus regular irregular and responsible with ir بتصير irresponsible كل هاي البريفيكسز نحنا منستعمل لحتى متل ما خبرتكن نحول الصفة للنيجاتف هلا ليه نحنا ما منستعمل not صح not منستعمل بأغلب الأوقات لحتى انفي شي بس في كتير كلمات تانية فينا نستعمل وبتعتبر صحيحة أكتر من not لسبب هاي إذا حفظنا نحنا بس هال سبع بريفيكسز طبعا فيه أكتر من هيك بالإنجليش نحفظ هدول ونعرف كيف نستعملون منقدر نعمل مجموعة كبيرة من الكلمات براسنا ونستعمل فورا هلأ رح نجي على السفكس هون بدي ركز على نحنا كيف نصنع أجكتف أنا ما بدي أحفظ الصفة حفظ بدي أصنعها براسي بدي ركبها هذا الشي بيصير لما نستعمل سفكسز فأنا بيكون عندي ناون اسم أو فعل بدي فل سفكس بيعطيني أجكتف بيعطيني صفة والصفكسز يلي بنستعمل كتير متعددة هدول أمثلة عن الأشي يلي كتير بتمرق معنا مثل مثل مثلا إذا أخدت comfort comfort هي ناون واللي بتعني الراحة لما حتى تلق أبل صرت comfortable تحولت لأجكتف لصفة مرتاح أو مريح حلا يمكن تتساءل وليه أنا كنت عم قول comfort صرت عم قول comfortable لأنه comfortable بس ينحتل أو comfort بس ينحتل أبل بتغير اللفظ بتصير الأور silent believe plus أبل believable believe هي verb يلي بتعني بيآمن أو يصدق believable يعني قابل تصديقه wonder plus full wonderful beauty plus full beautiful inform plus active informative act plus div active adventure plus iOS adventurous danger plus OS dangerous japan plus ease japanese china plus ease chinese logic plus l logical fiction plus l fictional فبكل هاي الحالات عم نشوف انه يعم يكون في عنا noun يعم verb عم نضيف له suffix عم يعطيني adjective وهذا الشي كتير بيساعدنا انه نحنا ما نحفظ كتير كلمات يعني انا فيني احفظ كلمة respect اللي هي فعل بتعني يحترم بضيف لها full فبتصير adjective respectful وبتضيف لها dis فبتصير disrespectful اللي بتعني منو محترم فبدل ما احفظ ثلاث كلمات صار فيني احفظ كلمة وحدة واعرف كيف استعمل prefixes و suffixes مع وهذا كان درسي لكم لليوم بتمنى يكون عجبكم اذا عجبكم الدرس شاركم معرفقاتكم او اي حدا ممكن يكون عم يعاني من مشكلة حفظ الكلمات الصعبة كمان ما تنسو تعملو لايك وتشتركوا بقناتي حتى ينسلكم كل فيديو جديد انا منازلو باي ترجمة نانسي قنقر